أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين خلوني أرحب يضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقرة نجم الكبير كابتن عادل عبد الرحمن إذا كابتن عادل أهلاً بك أهلاً وسهلاً بكرة شايف المطشي إزاي على طول يعني شايف أنه النادي العهلي بعد مباراة خسارة بيبقى أكثر شراسة وأكثر قوة والمفترض أنه خلاص بقى رجع للدوري المصري تأخرنا كتير في المباريات يعني وعندنا مباراة مؤجلة عندنا ضغط قاوي جداً فمباراة بكرة بداية يعني لأنه تخطي حتة خسارة سندوينز اللي احنا يعني فجئنا بيها ولكن أحياناً فلي حيارف يفصل أكابتن من وجهة نوزرك؟ ده اللي بيحصل ده يعني أنا كنت لسه أكمل لك أحياناً في خسارة تبقى مكسب يعني إحنا بعد كاس الأعالم الأندية وبعد الأداء الجيد اللي عملناها وبعد البرونزية اللي خدناها بيحصل شوية يعني عدم اتزال فتدلعت عيني كذا لما أنت بتفوق بس الفوآن كانت صعبة شوية لكن لما بيحصل موقف مفروض دربة اللي ما بتقسمش بتقوي فدي أنا باعتبرها أنه جات في وقت خسارة مكسب آه خسارة مكسب أنا من وجهة نظر ليه ليه لأنه صحياً بقى شوية نعرف أني بس ده كابتل أنا برضو معلش لأن أنا أنا يمكن من المجموعة اللي بتقود هذا الاتجاه أن الأهلي ما لقبش مطش وحش والأهلي لم يكن موفقاً في عدم إحرازه للأهداف في مباراة سانداونز يعني لو جات الكرة بتاعت شريف لو جات الكرة بتاعت أبشا لو جات الكرة بتاعت كزا لو جات الكرة بتاعت كزا لو عادنا نعد هنلاقي أربع أو خمس فرص كان من الممكن أن يتم تسجيلهم أربع أو خمس فرص حقيقية لو سجل منهم واحدة أو اتنين طبعاً وجهة نظري كانت الأمور اختلف لو الحاكم طرد الحارس كانت الأمور اختلف كانت تفرق معك كثير وبالتالي أنا بشوف أني لا بالعكس أني لقالي عمل مباراة جيدة لكن هو سوء التوفيق في إحراز الأهداف تيه وجهة نظري ليه انت حر طبعاً لا لا ليه شوف لما بنكسب بنتكلم وبنعدد أسباب المكسب نظبوط لما بتخسر الفرقة القوية اللي تعرف أخطأت في إيه عشان تعالج بسرعة ضياء الأهداف ده نوع بالزبط يعني لا ضياء الأهداف كمان نوع من أنواع الأخطاء ونوع من أنواع الليه مبلاو والدلع والأخطاء طبعاً طبعاً علشان كده بقولك أنه انت لو درست حتة أنك انت فمطش الهلال السعودي فأول حجماتك ربنا وفقك إجوال إلا حصل يعني ده اللي أنا بقوله النادى الأهلي عنده مشكلة مع الفرقة كلها أي فرقة بتيجي تلعب النادى الأهلي كبيرة في أفريقيا كليلة في مصر فرقة صغيرة فرقة كبيرة في كل في أفريقيا كلها بيلعبوا النادي الأهل بيلعبوه بالطريقة واحدة وما عندهم شل بلان واحد بس فقط النادي الأهل لما بيجيب جون الفرق بتضطر أن يتغير لما بتغير النادي الأهل بيلعب براحته فهو مشكلة الفرق الكبيرة دايما بتبقى الهدف الأولاني لو أحرص الهدف الأولاني خلاص خلاص بتلعب بقى لأنه هو بيتخلى عن فكرته اللي هي الدفاعية بقى إحنا أخطأنا ديعنا أهداف يبقى أخطأنا أعداد نفس اللاعبين إن هما ما أحضروا شيئا هو أهداف يبقى أخطأ عشان كده بقول لك الخسارة ممكن تديك مكسب تديك مكسب إزاي لأ خلاص يعني مكسب اللي جاي انسوا بقى حتة كس العلم الأندية ودايما تسحى طيب أقول لك حاجة مهمة أوي البطولتين اللي احنا خدناها في بداية المجموعة دايما بتحصل لك في صعوبة شوية احنا اطلعنا تاني في المرتين في التاسعة وفي العشر آه يعني أنا يمكن كنت في استوديو تحنيلي من قيمة مطشين أنا قلت حاجة وأنا كنت بعنيها بقول ربنا نستر نعدي الفترة الخطرة دي في دور المجموعات ونوصل يعني إيه لإن هيحصل فيه مشكلة شوية المشكلة لإنك إنت جاي من مباريات كتير قوي وجاي من أجواء لأجواء ومن نوم لنوم وأنا بتكلم عن لعيبة يعني يعني أنت بتتكلم على لعيبة النادي الأهل الدوليين مثلا على سبيل المثال بطولة عربية في قطر بعدين رجع بطولة أفريقية وبعدين كاس عالم الأندية تخيل أنت تلت وبعدين رجع على السفر للسودان وبعدين اللي رجع بيرجع على الدوري يعني يعني معناها أنك أنت بتغير النومة بتاعتك كل حاجة وبتغير الجو بس من المفترض أنت لعب مختلف برضو يا كابتن يعني تاخد دايما أن أنت معرف أن كل ده بيحصل أوكي مهود أثرت على المحترفين الأعلى على ماني وصلاح على فكرة ما أنا بقول لك حاجة أنت اللي هتقول أنا هقول عكسه عشان نبقى يعني فيه حوار لأ يعني أنا بقول لك أثرت على ماني وعلى صلاح في ريفربول في البداية وبعدين هم ليحقوا نفسهم علشان دي مجموعة كاملة فأنا بقول لك ما بالك بقى اللعيب المصري بيتلق بالذات اللعيب النادي الآلي عشان عندنا دائما أنت بتلعب بطولات أكتر من الأندية المصرية وأكتر من الأندية الأفريقية عشان أنت بيدخلك بطولة أفريقيا وبعدين دائما الفرق الكبيرة بيبقى الضريبة بتاعتها بيبقى عندها لعيبة دوليين كتير يعني فيه أندية بيبقى عندها لعب أو اتنين لكن الفرق الكبيرة دائما بيبقى مش أقل من 7-8 يعني التاريخ بيقول كده في كاس العالم تسعين كنا 13 من 22 في كاس أمم التلاب بطولات اللي خدناهم كنا حوالي 11 من 22 أكلمك على الأندية الكبيرة فأنت عندك هيبقى مشكلة دائما في البدايات يا حد أما الأمور تستقر عندك مشكلة كبيرة قوي الأيام اللي جاية أنت عندك ضغط مباريات بس إن شاء الله يعني لو يعني أنا معرفش لسه تأجل المباراة بتاعة برامة زولة لسه لا هو حتى الآن بيقولوا أن المباراة حتى تلاقي في معتها لا المفروض تتأجل إحنا ما ينفعش أنا عاوز أقولك حاجة يمكن الاتحادات في العالم كله دايما بيساعدوا الأندية المتميزة اللي بتلعب باسم بلدها باسم الدولة يعني بمعنى يعني أنا النادي الأهلي أو نادي الزمالك لو بيلعب بطولات كتير برة وإحنا محتاجينه إن هو يكسب فلازم أريحه في الدورة بالأخص بالأخص أنت عندك الدورة المصري طول عمره بيبقى ما بتعملش فيه البلان سنوي مفيش مرة في التاريخ ألا مرة عشان بس الناس تبقى عارفة عصام الكتن عصام عبد منام الوحيد اللي عمل الجدول من واحد للآخر ونفزه وكانت ظروف مساعداء ولكن أنا بكلمك على الفترة دي أنت لازم تساعد الأندية ليه علشان أنت عندك السنغال برضو صح عندك السنغال راح جاي لازم لازم أنت في وضع غير عادي فالوضع الغير عادي لازم تاخد قرارات استثنائية أي ما يهمكش حد أنت يهمك أنك أنت يعني كل اللي بيتعمل في الدوريات يا كابتن إسلام عشان إيه؟ عشان منتخب قومي تعرف كده؟ يعني هو بس الناس تغيرت دلوقتي علشان الاحتراف الخارجي فيه فلوس كتير قوي وعلشان الدوريات الكبيرة تحولت لمؤسسات وفلوس وحاجات ومرهنات وحاجات كده كتير اتحول الأمر للأندية بيت أقوى من المنتخبات برك أي مباراة للأندية لكن أنا بكلمك إحنا عندنا هدف كاس عالم يعني أنت عندك كاس عالم فلما يكون عندك كاس عالم يبقى المنتخب أهم فالمنتخب لما يبقى أهم يبقى لازم تريح لعيبة اللي هتلعب في المنتخب يعني أنا لو ناجي الزمالك اللي عنده الضغط ده هقولك ريح لعبته عندنا زيزو في المنتخب وعندنا كابو الفتوح في المنتخب وعندنا الوينش في المنتخب كنادي نتكلم على المباراة التي بدعب على الناد الأهلي أنا عند الوقت بنتكلم لا علشان بس الناس ما يقولوش أنه إحنا بندافع على الناد الأهلي بس لا أنا هدافع على أنك إنت ما تجهدليش اللعيبة الدولية علشان موهانا كمان كنادي مش هستسنا للعيبة الدولية أنهم يلعبوا موهانا دلوقت ما هو يعني اتحاد كرة القدم هيعمل كل اللاعبين اللي بيلعبوا مع المنتخب حيقعدهم ميلعبوش لا أنا بتكلم في الظروف الغير عادية أنت بقى أكلمك أنا قلت لك بشرحت لك الموقف بتاع اللعيبة الدولية بتوعنادي الأهل بالذات الفترة الطويلة دي فترة صعبة جدا عشان كده أنا دائما اللعيبة المباراة اللي فاتت أنا مزعلان منهم بالعكس لعبوا وموتوا نفسهم فيه تعالي شوية فيه عدم التزان شوية فيه لكن غز من عنهم أنا بلتمثلهم عزل كبير شكرا